الوقت يا شباب عاملين ايه خالد معاكم فيديو جديد من دي جوتيوب الفيديو منتظر اهم اربع مهارات جداد نزله في افسي 25 هنشرحهم مع بعض النهار ده في التفصيل وغير متى تستخدمهم وافضل استخدام لهم في الملعب فلو اول ما تشوف نبقى معلم لايك سبسكرايب وشير ويلا بينا نشوف الفيديو في ايه يلا بينا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ما نبدأ الفيديو ايه و هتخلي الفيديوهات اولا لعب تنهيك عن صلاتك واول مهارة معانا النهار ده ان شاء الله هي مهارة البيك فينتو مهارة جداد افسي 25 ومحتاجة لعب يكون نجمتين مهارة بس تمام على ما انكبر الجويستيك يا معلم عشان اوليك بتتعمل ازاي على الجويستيك قبل ما نخلي اللاعب يعملها تمام فاول حاجة ده يا معلم احنا نستخدم ال ال 2 بنعمل عليه ويبقى انا رجل مهارة اللي هو ال R ده بنعمل في الكاية او بنعمل مرة ناحية اليمين او ناحية الشمال اي اتجاه انت عايز تعمل فيها فى انتهي ده فلو عملناها ناحية اليمين فى تطلع ناحية الشمال اوكي? ولو عملتها ناحية الشمال فبالالل تطلع ناحية اليمين. اوكي? فتعال في الملاح بقى تشوف اللعب بيعملها زي معلم واللاعب ماشي كده اهو فحتعمل على الالتو وتدي له واحدة ار كده وتعمل ايه? ناحية تانية. بصوا عملت زي اهو ماشي كده. كده كده. اهي. بصوا عملت زي. اهي. كده كده. اهي. شفت عملت زي? جامدة جدا بصراحة وشكلها حلو. وفي انتهية حلوة جدا. فلو ماشي برضو اهو كده. اهو. كده كده. اهي. تاك. رقصنا الجوم بطريقة حلوة جدا. وترقصه بالتليفون يا معلم. تعال نشوفها من زاوية تانية ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي? فلو اللاعب ماشي كده اهو يا معلم هنروح عاملين ايه واحدة في جنبه? كده كده. اهي. تمام? نجي نجربها تاني اللاعب ماشي اهو. كده. اهي. تاك على طول. سهل قوي وبترقص اي حد وشكلها حلو. وشيك. وكل حاجة عايزة. اهي بص كده. ويا سلامة وتفتح زاوية كمان عشان تشوت. بصراحة حلوة جدا. واحلى عاجبة فيها ان ما بتحتاجش لعب اكتر من نجمتين مهارة. ندخل بقى على ثاني مهارة وبرضو بتحتاج لعب يكون نجمتين مهارة بس. وبنستخدم فيها برضو مهارة جيدة اسمها وبصراحة برضو مهارة من المهارات اللي عجبتني جدا. تعال وريك على بتعمل ازاي قبل ما نخلي اللاعب برضو يعملها في الملعب. كل ده عليك يا معلم هتدوس على ويبقى انالوج المهارة ده هتعمل مرة عكس اتجاه اللاعب ومرة قدامه. بس كده يا معلم. هيعمل بصراحة جبدة جدا وبتاكل اي لعب قدامك في حتة صغيرة. تعال نتفرج عليها كده. انا بسميها هنرايح فين? انا راجع تاني. تعال بص كده اللاعب بيعملها ازاي وبشكلها اعمل ازاي بص. اهي كده بص. يا سلام. ادي لو انت ماشي مثلا كده ولاعب جاي جاي جنبك وهتعامل كده بص. معدته على طول. او كده كده. تعال بص كده. يا سلام انا هرجع. لا انا رجعت في كلامي. انا هرجع. لا انا رجعت في كلامي. وبتدي زي بص صغير كده وجامدة جدا وبصراحة حلوة قوي ان هي بتحتاج لاعب نجمتين مهارة بس. تمام? نيجي بقى لتالت مهارة نزلت جديدة في افسي خمسة وعشرين ودي اكتر مهارة انا شخصيا بستخدمها على طول دلوقتي. ما بستخدمش غيرها وبصراحة بتخلق مساحات بتقدر تجري فيها وبتخلق من لاشئ مساحة موجهة للجون تحط بيها احلى هدف يا معلم. اسمها المهارة دي بتحتاج لاعب اربع نجوم مهارة. وعشان تعملها widz. اتعالي اوريك بها ايه على ازاي بتتعمل? قولي للي عليك ان انت هتعمل على الون. وهو بنور قدامك ده. وهتعمل مرة في اتجاه اللاعب مرة في الاتجاه اللي انت عايز توخرج فيه سواء يمين او شمال. تمام? لو عايز توخرج يمين يبقى مرة قدام ومرة يمين. عايز تخرج شمال يبقى مرة قدام ومرة شمال. تمام? المهارة دي خطيرة وتعالي اوريك بقى في الملعب بشكلها عاملة ازاي وبتخلق فرص عاملة ازاي? تمام? اه ما هو مسلا ماشي كده? تعال اقول لك الاول شكلها شكلها بيبقى اعمل كده. اهي بص كده. تمام? كده اهي كده. دي بقى انا باستخدام هنا اق Marg? دايما باستخدامها انا على المنطقة. مسلا لو ماشي مسلا ببنزيمة كده مسلا وعايز اروح اشوت اهو كده اهي اهي اتك انا وجونا على طول يا معلم. مسلا انا ماشي كده دايما على المنطقة اهو. انا مسلا ماشي معرض ملعب اهو اهو كده خدت اللاعب اللي لو ماشي كده تعالى ننزل اللاعب من الناس الحلوة اللي برا دي. تعالى كده نجرب بقى لو ايه? لو انا اللاعب اللي انا ازلته ده اخدتوا احنا ماشي مسلا ايه على المنطقة كده? تعالى نروح انا وهو كده على المنطقة. وانا مسلا كده اهو. هبقى ماشي كده انا وهو على المنطقة. كده وهو ايه? بيحاول يدافع علي. وهعمل كده. بص. خدت فضائري ازاي? والدنيا سلكت والدنيا حلوة. وكل حاجة دي. تعالى هعمل كده. خدتوا في الظهر يبص ازاي? حاجة بص خطيرة. يعني مهارة ملقاش حل. مفيدة جدا في الملعب. هتخليك يعني بص تلف باللاعب وتروح انت والجل من غير ما هو ايه فهم انت بتعمل ايه? بصراحة من احلى المهارات اللي عملوها دلوقتي في افسي خمسة وعشرين. تمام? نيجي بقى للمهارة الرابعة والاخيرة معنا النهاردة وبتحتاج لعب خمس نجوم مهارة واسمها تو دراج ستيب اوبر. مهارة صعبة شوية وشكلها استعراضي شوية بس حلوة برضو وجامدة جدا. تمام? تعالى وريك الاول اللي على الجويستيك بتتعمل ازاي? قبل ما نعملها في الملعب. كلها عليك يا معادي وانت هتعمل على الالوان اللي هو بينور قدامك ده. وبالار اللي هو انالوج المهارة ده هتعمل نص دايرة هتتديها من جنب اللاعب وتنتهيها في الجنب اللي انت عايز تخرج فيه بالمهارة. يعني لو بدأتها من ناحية يمين اللاعب فهتخرج بالمهارة ناحية الشمال. ولو بدأتها من ناحية الشمال اللاعب هتخرج بالمهارة ناحية اليمين. تعال بقى نشوفها في الملعب هتكونها عاملة ازاي ونختار اللاعب تاني غير بلايه نشوف رونالدينيو هيبقى شكله عامل ازاي? هنعمل كده. كده بص شكلها عامل ازاي شكلها جامد قوي بصراحة. كده هنخرج الناحية دي وكده هنخرج الناحية التانية كده. شايف عامل ازاي? لأ لأ حلوة حلوة بصراحة. يا ولد. بس صعب ايو ترقص بها الجون. بس كده يا معلم دول كانوا الخمس مهارات اللي معنا النهاردة واخر واحدة دي كانت تتسعر دا بصراحة الحد اما. فجرابهم بقى كده وكتب لي في الكمنتات اللاعب فيهم واكتر واحدة بصراحة هتستفيد منها واكتر بتنين هتستفيد منهم هي التانية والتالتة. جرابهم بقى معلم وكتب لي في الكمنتات اللاعب فيهم ولو ما ما تشوفني لايك سبسكرايب وشير سلام